فيلمنا بيبدأ بشاب باسمه ايان وحبيبته سام اللي عايشين في لندن وفيهم بتصحي من النوم وبيقوم مستعجل عشان عنده ابتماع مهم وبتقوله انها جايباله هدية بلت وبتورهوله وبيقولها ان هو كمان جايب لها هدية بس عملها لها مفجأة وبعدها بتطلب منه يسافر معها امريكا عشان يحضروا فرح مامتها لكن بيقولها انه لأسف مشغول وما عندهش وقت خالص فبتتدايق جدا ولما بيخلص لبس بيلاقيها بتحضر له الفطار لكن بيكون مستعجل جدا ولازم ينزل وفجأة بتمسك سام براد الشاي اللي على النار وبتتلسع فبيجب لها تلك وبينزله سوى عشان يروح الاجتماع وهم في الطريق بيقول لها انه عزمها على العشرة الساعة سبعة فبتقوله انت ناسي ان النهاردة حفلة التخرج الموسيقية بتاعتي وهو بيكون ناسي فعلا وبيعتزل لها وبيسيبها ويمشي عشان الاجتماع لكن بيعدوا عليها اتنين بموتسكله وواحد بينهم بيرمي عليها بيبسي ولبسها بيبوز فبيرجع لها ايا يتطمن عليها لكن سام بتقوله يمشي عشان ما يتأخرش على الاجتماع وهو في الطريق للاجتماع كان بيراجع اللي هيقوله ولكن بيخبط ايده في صندوق والساعة بتاعته بتتكسر وبتفضل العقارب واقفة على الساعة 11 وسام بتروح البيت عشان تغير لبسها وبتكتشف ان ايا الناسي ملف مهم وبتكون واحدة صاحبتها عدت عليها فبتاخدها سام وبتروح ليا الشغل وبيكون ايا متوتر جدا في الاجتماع وفجأة بتدخل عليهم سام عشان تديله الملف لكن بتلاقيه معا نسختان يامنه فبتحس بالإحراج وبتبتدي تشكر في حبيبها وبتقولهم انه يشاطر ويزاكي ويستحق انهم يدلوا فرصة وبتعتذل لهم على اللي عملته وبتمشي ولما الاجتماع بيخلص بيخرج ايا مع صحابه يلعبوا بالياردو وواحد من صحابه بيعاكس وحدة فبتشتمه وبتمشي وأثناء ما بيلعبه بيخبطوا الكورة في كوباية جنب ايد ايا وبتتكسر فبيستأذن وبيمشي وسام بتبه مع صحبتها في العربية وبيشوفه ايا وهو داخل مكتب حجز تذاكر سفر فبتفتكر ان ايا عملها وفجأة وهيروح معها امريكا ولما بيجي معاد الحفلة ايا بينزل من بيته عشان يركب تاكسي والسواق بيتكلم معاه وبيقوله شاتلك عندك مشاكل عطفية احكيلي يمكن اساعدك فايا بيقوله انه بيحب بنتي بس حاسس انه مش قادر يسعدها وانها بكرة هتروح عند مامتها لمدة اسبوعين فالسواق بيسألو تخيل قررت انها ما ترجعش تاني فايا بيقوله ماقدرش اعيش من غيرها فالسواق بيرد عليه وبيقوله انه لازم يقدرها ويحبها ويبين لها ده وبيوقف قبل المكان بشارعين وبيخليه ينزل ليجيب ورد قبل ما يروح لها وبيروح ايا للحفلة وبتكون سام عزفة كويس جدا وبيديها الورد لما بتخلص وبييجي ولد صغير بتمرنه على العصف يسلم عليها وبيكون بابا معاه فبيقولها ايا انهم اتأخروا لازم يمشوا فبيتحرك بابا الولد وهي كمان بتدعي وهم بيتعاشوا برا بيقولها ان الاجتماع باز لما جات فبتعتزه له وبتسأله انت كنت قافل موبايلك ليه بعد الاجتماع فبيقولها انه ما كانش عاوز يتكلم مع احد وكان بيتمشى في المدينة بيفكر في علاقتهم وبيحكي لها على الكلام اللي السواق الهولو وبيقولها انه عاوز يكمل معاها بالرغم ان اليوم ما بينهم ما كانش حلو لكنها بتفجأه وبتقوله انها مش عاوز تكمل معاه وانها قاعدة في لندن عشان دايما بتحكيله عن اهلها ومع ذلك ما فكرش يروح معاها امريكا وكمان مش بيحكيلها حاجة عن اهله وحس انها مش اولوية في حياته خالص وكل اللي في دماغه الشغلو بس وقبل ما تقوم تمشي بتسأله انت ليه روحت مكتب السفريات تبيقولها انه كان بيحكي استذكرة بيكون نفس التاكسي اللي ايا ركب فيه وبيجري ايا وراهم لكن فجأة بتيجي عربية تخبط التاكسي وبتتصاب سام بجروح خطيرة بينقلوها للمستشفى لكن للأسف بتموت وساعتها ايا بينهار ولما بيرجع البيت بيتفرج على صورهم سوا وكمان بيلاقي مذكراتها فبيقعد يقراها وبيلاقي جوه المذكرات اغنية كانت سام كتبهاله فبيحضنهم وبينام وبيزحى الصبح بيلاقي الساعة بقت سليمة وفجأة بيسمع صوت سام بتقوله اياك تقرى مذكراتي اول ما بيبص بيلاقيها فبيتخد وبيبقى خايف منها ومش فهم حاجة بتقرب منه وبتحضنه وبتقوله ايه رأيك نسافر سوا نحضر فرح ماما وبيبقى لسه مخدود وبيبعد عنها فبتقوله خلاص انا عارف انك مشغول وبعدها بتقوم وبتجيب له البلطة الهدية فبيقول لها انه حلم بكبوز وبيبقى فاكر انه كل اللي حصل ده كان حلم بيروح يلبس نفس اللبس اللي كان لبسه في الحلم فبيغيره وبيشوفها بتعمل فطار فبيحذرها انها ما تحرقش ايديها ببراد الشاي وبعدها بتروح تكوي شعرها فبتحرق ايديها بمكوة الشعر ولما بينزلوا بيقول لها تعالي نمشي من شارع تاني وهم ماشيين بيبعدها عن الموتسيكلات وهي مش فاهمة بيعمل كده ليه لكن بيعدي واحد تاني من جنبها بيوقع عليها بيبسي برضو ساعتها بيفهم ان ده ما كانش حلم وبيقول لها انا شفت كل ده وعارف اللي هيحصل لكن بتقوله ان دي مجرد ديجا فو ده كله في خيالك فبيقول لها لأ وانا متأكد من اللي شفته وبيحاول يقناها وبيقول لها ان الساعة بتاعته هتتكسر وهو ماشي فبيتقوله انا هروح معك لحد الشغل عشان يشوف هتتكسر ولا لا وفعلا بتوصله لحد الشغل والساعة مش بتتكسر ولما بيدخل الاجتماع بيفضل مستني النسام تجيله زي ما حصل قبل كده لكن مش بتيجي وبيخرج بعدها مع صحابه وبرضه صاحبه بيعاكس نفس البنت اللي شافها قبل كده في الحلم وبرضه بتشتمه فبيكرر انه يحكي لهم انه حلم بكل حاجة حصلت وعارف اللي هيحصل في باقي اليوم ولما بيلعبوا سوا المرة دي ايا بيمسك الكور قبل ما تكسر الكباية ولما بيخلص بيركم تاكسي وبيكون نفس التاكسي اللي ركب معاه قبل كده وهو نفس السواق لكن الغريب انه لما ايا بيقوله انه ركب معاه قبل كده بيفتكروا وبيسأله ايا ان كان اللي شافه حلمه ولا حقيقة وهيحصل في الحقيقة ولا لا وان كانت حبيبته هتموت بجد ولا لا ولو هتموت يقدر يعمل ايه عشان يمنع ده فالسواق بيقوله حبها وقدرها وبس ويرد بسرعة عشان مفيش وقت فبينزل ايا بسرعة يدور على سام لحد ما بيلاقيها مع صاحبتها وبيقولها انهم لازم يسيبوا لندن حالا وان الحلم بيتكرر تاني وبيقولها انه هيرجعها على معاد الحفلة بس تمشي معاد الوقتي وفعلا بيروحوا المحطة وبيقولها اختاري اي مكان عاوزة تروحيه وفي القطر بيكتشف انها واغدال البلد اللي تربى فيها عشان كان نفسها تعرف هو عاش فين ولما بيوصلوا بيتلاقي المكان عبارة عن تلة صغيرة وفيها كوخ ولما الدنيا بتبدأ تمطر بيدخولوا جوا وبتطلب منه يحكي لها عن عيلته واطفالته لكنه بيقولها انه مش عاوز حاجة غير انه يبقى معها هنا وبيروح يولع الدفاية لكن بيخبط ايده في الحطة وبيكسر الساعة انها هتموت وساعتها بيسألها لو بقلك يوم واحد في حياتك هتعملي في ايه فبتقوله هو قضي كله معاك وسؤالنا هنا لكو يا بهوات لو بقلك يوم واحد في حياتكو هتعملوا ايه يلا ورونا في التعليقات المهم بياخدها للمكان اللي بابا كان بيشتغل فيه قبل ما يموت وبيحكي لها عنه قد ايه كان حزين لما مهت وما قدرش يعمل حاجة وانه كان بيحبه قوي فبتقوله ان الموت ما بينهيش الحب ولما بيخرجوا من المكان ده بيقولها خلينا هنا وما نرجعش لندن النهاردة بس هي بتقوله انها لازم تروح حفلة التخرج فبياخدها وبيرجعوا لندن وبيوديها تلعب لعبة الساقية عشان كان نفسها تلعبها من زمان بس كانت بتخاف من المرتفعات ولما بيخلصوا بيرجعوا الشقة عشان يغيروا لبسهم بيقولها ايه رأيك تغني الاغاني اللي كتبتيها لكنها بتقوله يوم تاني هبا غنيها فبيقرر ياخد الاغنية اللي مقلفها من وراها ويصورها ويبعثها للفرقة بتاعتها وبيروح محل المجاهرات يشتعلها هدية وبيعدي على المايسترو ينديله الاغنية بتاعتها وبيبعث لسام وارد ومعا كارتو بيقولها فيه النهاردة هو اليوم ده وبتبقى مش فهمة اصده ايه بس لما بيبدأوا يعزفوا بيقوم ايا يمسك المايك وبيقول النهاردة هنسمع اغنية من سام الموهوبة وفعلا بتقف تغني وهي محرجة بس الاغنية بتكون حلوة جدا والناس بتسقف لها وهم مروحين بتكون سام فرحانة قوي بنجاح الاغنية وبياخدها يعزمها على العشاء وبيعرف انها جات للشغل النهاردة لكن لما شافت انه معا نفس الملف مشيت وبيديها انسية الهدية وبيقول لها قد ايه هو بيحبها وبيعجبها جدا وبتتأثر بالحركة دي ولما بيخرجوا من المطعم بيلاقوا الدنيا بتمطر فبيقول لها انه عاوز يقول لها هو ليه بيحبها النهاردة بس سمح لقلبه انه يحس بالحب ده وبيشكرها انها حبته وعلمته الحب وبعدها بيركبه سوا التاكسي وبيبص للساعة بيلاقيها 11 فبيعرف انها هتموت دلوقتي ساعتها بيشوف العربية اللي هتخبطهم جاية عليهم فبيحضنها جامد قبل ما تخبطهم لكن اللي بيحصل ان ايه هو اللي بيموت وسام بتعيش وبتجيلها صاحبتها عشان تهون عليها لكن سام بتبقى منهارة وبتقول لصاحبتها انه كان عارف ان كل ده هيحصل وقال لها انه بيحبها قبل ما يموت وبتعدي 6 شهور ولسا سام بتفتكر ذكرياتها معاه وبتغني الاغاني اللي بتكتبها لكن بتكون حزينة وبنزور المكان اللي تربى فيه عشان تفضل فكرة وفي النهاية بتتشهر سام وبتكون محبوبة جدا من جمهورها تفتكر اي ان كان هيعمل كل ده عشانها لو ما كانش عارف انه بقيلها يوم واحد في حياتها وبكده يكون الفيلم خلص واحب اشوف رأيكم في التعليقات واكتبوا لنا يا بهوات الفيلم الجاي اللي تحبوا تشوفوه وما تنساش تشترك في القناة واتبعنا على فيسبوك عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة اشتركوا في القناة